دشنا ساعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم مطبعة المكفوفين الأولى من نوعها على مستوى دول العالم حيث تعد هذه المطبعة أحدث وأكبر المطابع الإلكترونية المخاصصة لطباعة الكتب للمكفوفين والتي ستشكل إضافة نوعية للخدمات التربوية والتعليمية المقدمة للطلبة المكفوفين من متسبية المعهد السعودي البحرينية فضلا عن المدمجين بالمدارس الحكومية وبما يرتقي بمستوى تحصيلهم الدراسية تحظى المسيرة التعليمية بدعم كبير من قبل القيادة الرشيدة ولا سيما الاهتمام بتوفير التعليم المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى تدشين مطبعة المكفوفين الأولى من نوعها على مستوى دول العالم وهي مطبعة برايلو 650 في نسختها الجديدة وذلك بالمعهد السعودي البحريني للمكفوفين اليوم لحظة مهمة جدا في مسيرة التعليم في مملكة البحرين والوزارة اليوم تدشن أول وأحداث مطبعة في العالم لهذا النوع من الكتب التي تخدم إن شاء الله أبنائنا من حيث توفير الكتب أيضا وتوفير المواد الدراسية وهذا سوف يسهل كثيرا للخدمات التعليمية المطلوبة لهم وفي الواقع أن هذا يبين الجهد الذي تبذله وزارة التربية والتعليم بتقديم أفضل خدمات بعون الله تعالى وبدعم قيادتنا الحكيمة لهذه الشريحة من الأبناء الذين أصبح اليوم دمجهم هو سياسة معترف فيها في وزارة التربية والتعليم وتحولت من جانب نظري إلى جانب فعلي فاليوم لهذه العديد من المدارس التي تتشرف في وجود شريحة من أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وبصفتها الدولة الأولى عالميا التي تستقطب هذا النوع المتطور من المطابع نفذت وزارة التربية والتعليم ورشة تدريبية لعدد من التربويين من دول الخليج العربي والأردن وفلسطين لتزويدهم بمهارات تشغيل المطبعة تمهيدا لتعميمها على هذه الدول في وقت لاحق سعادة الوزير دشن لنا اليوم أحدث وأكبر مطبعة البرائد في العالم هذه المطبعة التي ستوفر لنا الوقت والجهد لتقديم أفضل خدمات للطلب المكوفين من خلال طباعة الكتب الدراسية من خلال طباعة أيضا الامتحانات وبالإضافة إلى امتحانات الجودة أيضا إضافة إلى ذلك إلى توفير كتب متميزة توعوية ومذكرات دراسية بالإضافة إلى مخترح لإصدار مجلة بخط برائد إن شاء الله ستكون الأولى في البحرين إن شاء الله نقدمها للطلب المكوفين والأشخاص المكوفين اللي خرجين المحل والذين يعملون في مختلف الوزارات والإدارات والشركات هي عبارة عن طابعة تأخذ من الورق إلى ما تعمل الغلاف ما يحتاج أن الورق ينقل حق أي جهاز ثاني لعملها أن مطبعة برايلو 650 تمثل أسرع أجهزة الطباعة بلغة برايل على الصعيد العالمي وأكثرها جودة والله شيء كبير والصراحة أشكر وزارة التربية على هذا الإنجاز لأنه يساعدنا على طبع الكتب واستفادة من هذه الطابعة شيء كبير أول شيء نشكر وزارة التربية والتعليم على أنها وفرت لنا أحدث مطبعة من مطابع التي تطبع بطريقة برايل لأنها أكيد بالحقيقة ستسهل طبع الكتب وستختصر الوقت لأن طباعة برايل يبيلها وقت مطول لطبعتها وخاصة مع تحديث المناهج يبيلها طبع لكل فصل ولكل عام هذه المطبعة ستسهل عملية طبع الكتب وكيد إن شاء الله هذا إنجاز كبير قامت به وزارة التربية والتعليم مشكورة على سعيها التي دائما بالحقيقة تسعى لمثل هذه الأعمال إلى طلابها من ذوي الاحتاجات الخاصة وزارة التربية والتعليم يساعدون المكفوفين خاصة في أثناء الدراسة فالمطبعة تفيد المكفوفين بأشياء كثيرة مثل طباعة الملخصات طباعة كتب دينية طباعة أي كتب أن كان يساعد المكفوف على الثقافة والعلم وزيارة المعلومات تعد هذه المطبعة أحدث وأكبر المطابع الإلكترونية المخصصة لطباعة الكتب والمذكرات الدراسية والامتحانات والنشرات الإرشادية وغيرها من المطبوعات بلغة برايل حيث بإمكانها طباعة ألفي نسخة في الساعة الواحدة كما تمتاز بالقدرة على العمل المتواصل لأكثر من عشرين ساعة وسيستفيد من خدماتها المتطورة جميع الطلبة المكفوفين بالمملكة